سر النجاح بعض اليهود فأل نفى الذين عادوا نبابل إلى القدس وثقوا بالكتاب لتوجيهه نقطة بعض اليهود فألي نفى الذين عادوا نبابل إلى القدس وثقوا بالكتاب لتوجيهه ركزوا على البحث في الكتاب أل قدس لفه عقل الله وكذلك لتلبية توقعته قال الكتاب عزرا الكاهن أحضر ألنا وسأ ألف جلس الرجال والنساء وكل ناس عواب التفاهي في آلي الأول نأشر السابع ثاء قرأ نهو في الساحة عال فتوحة التي كانت ألف بواب آل ياهو نأى الصباح حتى نتصف النهار ألف الرجال والنساء وأولئك الذين يستطيعون الفهى وكانت أذان كل الناس نتبهين إلى كتاب لنا أسنح يا ثمانية من اثنان إلى ثلاثة نقطة درس إن سر إنجازات الحياة حجوز في الكتاب آل قدس يجب على أي شخص نيت هو إلى النجاح دراسة كتابه آل قدس ك ألف يعرض الكتاب آل قدس قراءه لفه عقل الله و تطلباته إنه يعل الإنسان أن يتعلى كيف يتوب نخطيئته ويعيش حياة قدسة يتوقعها الله في الواقع لا يأل كن العثور على النجاح الدائي والسلا والازدهار إلا في الإنجيل الذي هو كل تؤله و ناث يجب على جو يعي أبناء الله أن يجعلوا ن إرساته ال لت تو دراسة إنجيله ليعيشوا حياة نتصرت النقطة دعاء عزيزي الله نافضلك عل ني كيف أدرس الكتاب آل قدسي ينحت أكون حكية ألف واون زدهرا عل ني كيفية تطبيق آل عرف الكتابي على انشطتي آلي يتنحت أتى كن نأل ازدهار بكل الطرق والأهو نذلك دعني عرف كل تك تبقي لي لائقا ليرث لكتك الأبدية يرجى القيا بهذه الأشياء وغيرها الكثير باس يسوع آل سيح أتقد بطلباتي ألف مد ين وغيرها الكثير من اشتركوا في القناة